بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضر دي ان شاء الله هنشرح النوم والاحلام. اول حاجة هتكلم عليها هو النوم. النوم هو حالة طبيعية بتحصل لكل الناس. بتحصل الجسم والعقل في نفس الوقت. بتتميز بان بيكون الوعي فيها قليل جدا. وبتحصل فيها تقريبا لكل يعني السنسوري اكتيفتي الاحساس كل النوع بقى اه هيرينج او او يعني السامع والبصر واللمس والشم كل الحاجات دي بيحصل لها الانفولنتري ماصلز اللي هي برضك بيحصل لها الانفولنتري ماصلز بقى اللي هي السكيلتون اه السكيلتر الماصلز هي كمان بيحصل لها انهيباشا. اه انهيباشا ده سكليما بيكون يعني انهيباشا. بعد ما اراحل ان هم زي ما نعرف بعد كده. وهي بيكون استقبال الشخص النايم للاي ستمولاي حواليه سواء بقى صوت او ولمس او شم او اي ان كان بيكون قليل جدا. ده تعريف. اه بالنسبة الفيسيولوجيكات. انا عايز اعرف طيب حاجات مهمة. اول حاجة ان بتاعته بتاعته بتقل. نشاط المخ بيقل جدا. وبالتالي بيستهلك طاقة ليلة جدا. دي اول حاجة. تمام? طيب الحاجة التانية ايه? الحاجة التانية عايز اعرفها ان بتاع الشخص يعني الادراك الشخص الحاجات اللي حواليه بتبقى بيبقى ليل جدا. اه وما بيدارش يعني او ميدارش يدرك الا الاستيمولاي او المؤثرات القوية جدا. زي صوت عالي جدا. اه واحد ضرب مسلا جمد. عاجات اللي زي دي. لكن الاستيمولاي الطبيعية صوت عادي مسلا. او ضوء خفيف او كده. لا ما يدارش يحس بيه او مش هيبقى ايه. مش هي مش هيقدر يعمله او ادرك. دي تانية حاجة. الحاجة التالتة هو ان اثناء النوم بيطلع هرمونز اه بيطلع بشكل اثناء النوم. من ضمنها الجروس هرمون هرمون النمو. وده بيطلع غالبا او بيطلع بشكل اساسي اثناء اللي هو النوم العميق. زي ما هنعرف بعد كده اه في مراحل النوم. في حاجة اسمها سلو ويف سليب او ديب سليب. ده المرحلة اللي بيطلع فيها الجروس هرمون. عشان كده دايما بيقول لك بيقول ان النوم بيقى مهم للاطفال عشان ينمو بشكل كويس. ليه? لان الجروس هرمون بيطلع بشكل اساسي اثناء النوم. والاطفال محتاجين جروس هرمون يطلع بشكل اه مناسب عشان اه جسمهم ينمو ويكبر فبيتتلل النوم عشان كده مهم جدا ليه. اه كمان بردك فيه هرمون تاني احيانا بيطلع اثناء النوم من ضمنه البرولاكتين. البرولاكتين. يبقى عندي عندي تارت حاجات عايز اعرفها في الفيسيولوجي. اول حاجة البرين اجتيزة بتبعته بتقل. في اغلب مراحل النوم بتكون قليلة. بتزيد في مرحلة صغيرة هنقولها بعدين. بس في الاغلب بتكون قليلة. وبالتالي بيستخدم طقة قليلة جدا. الحاجة التانية ان البرسيبشن والادراك للحاجات اللي حواليك بتقل. والحاجة الاخيرة ان في هرمونات بتطلع اثناء النوم من ضمنه جروس هرمون اللي بيطلع في النوم العميق او اللي 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 بيطلع في النوم بشكل عام. طيب. الحاجة التانية يعني كده او اللي بعد كده. عايزين نعرف ايه هي الميسودز اللي بستخدمها عشان نعمل يعني انا ما عوز اعرف يعني اقيس النوم او اقيس مدى جولة النوم. اه وما راح له. بقيسه عن طريق التغيرات في ايه? بقيسه بصدت تلات حاجات. اول حاجة اللي هو بقيس او رسم الموجات المخ اسمه وفي حاجة تانية اللي هي اللي هي بتقسلي حركة العين اي او جي. والحاجة التالتة اللي هي بتاسل الكهرباء اللي في السكليتا الماصل اكتيبيتي. اه ليه بستخدم الحاجات دي? هنعرف بعد كده. واحنا ناخد مراحل للنوم. ايه بقى التغيرات اللي بتحصل في الحاجات دي? اثناء النوم. التغيرات اللي بتحصل في موجات المخ. والتغيرات اللي بتحصل في تحركات العين. والتغيرات اللي بتحصل في السكليتا الماصل. كل دي هنعرفها. وهنتكلم على المراحل بتاعت النوم. الجرافي اللي بيجمع لي الحاجات دي كلها مع مع بعضها. بسميه دون بهو الجراف او يعني اللي بتجمع لي التلات تغيرات دي كلها مع بعضها. وكمان بيكون معها حاجات تانية زي او المعادل بلدك التنفس وممكن كل حاجات دي مع بعضها بجمعها وبتعمل لي حاجة اسمها بستخدمها عشان خاطر اعرف جودة النوم. اقدر اشخص المشاكل اللي ممكن تحصل يعني اقدر اشخصها من خلال الحاجات دي كلها. اه برضك ممكن احنا بيستخدمه الاي سي جي او الكترو كارديوغرافي اه اللي هو رسم القلب يعني احنا برضك ممكن يستخدم من اجل اه المونيترينج اوف اه تشينجز ديورنج سليب. طيب الحاجات دي بقى ازاي بتتغير اسناء النوم تعاون اعرف دلوقتي ايه مراحل النوم. انا الشخص ما بينام بيمر بحاجة اسمها سليب سايكل دورة النوم. النوم بتقسم لي مرحلتين اساسيتين. نان ريم وريم. اه ريم دي اختصار اللي رابد يعني تحرك السريع للعين. ففي نان ريم يعني 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 بتحرك وفي مرحلة اسمها اللي هي العين بتتحرك فيها بسرعة. المرحلة اللي هي النان ريم دي بنقسمها لتلات حاجات. ان ون. يعني اختصار بقى هناخد اول حرف ونستخدمه كاختصار. ان واحد وان اتنين وان تلاتة. واحيانا كمان بيطلقي بيضاف عليها ان اربعة. يعني ممكن تلاتة وصعب بيطار اربعة. مش تفري كتير. خلال ناخد المشاهدة انها تلاتة دلوقتي. فالنان ريم بيبقى تلات مراحل. وبعدين في مرحلة رابعة اللي هي مرحلة ايه? طيب ترتيبهم ازاي? بيبدأوا ازاي? اول ما الشخص بيبدأ ايه ينام على السرير كده وهي لسه هو لسه صحيح وهيبدأ يروح في النوم. مرحلة النوم لسه بيروح في النوم دي بتبقى الان واحد اللي هي اول جزء في النون ريم. اللي هي بالشخص لسه بيروح في النوم لسه ما ايه بينتقل من اليقظة الى النوم. طيب والمرحلة دي بيكون فيها بيبدأ واحدة واحدة بتاعته تقل شوية بشوية. حاجة بسيطة يعني. طيب بالنسبة للن دي بقى بتبقى المرحلة المتوسطة اللي هو النوم الخفيف اللي هو شخص خلاص دخل في النوم وبدأ نام نوم خفيف بس لسه مصالص للنوم العميق قوي لا. بها تطمع المرحلة متوسطة ما بين الانتقال للنوم وما بين بقى النوم العميق. المرحلة دي بتقل فيها شوية كمان. طيب نيجي بقى لن ثري المرحلة الاخيرة في المنظم. وديها اللي بتسميها او اللوم العميق. ومن اسمها برضك ليه لانهم لما بيجي بقيسوا او اللي هو يعني اه في بيلقوها بطيئة جدا بيلقوا بتاعت البريم بطيئة جدا. اه ليه? لان في المرحلة دي بتكون وصلت لاقل شيء ممكن لها. عشان كيف تسميها او وفي المرحلة دي كمان بتقل شوية كمان بيقل زي ما قلنا بتقل كل حاجة في الجسم غالبا بتقل ده. والمرحلة دي هي اهم مرحلة في النوم اصلا اللي هي يعني النوم اصلا مهمته الاسية اي ان هو بيرايح جسمك بيرايح وبيرايح الجسم كلها. دي المرحلة يعني دي المهمة الاسية في او دي يعني الاهمية الاسية بتاعته. فمرحلة دي او دي هي اللي بيحصل فيها بقى الراحة وكده. عشان كده لو شخص نام مسلا فترة وما دخلش في الان ثري وصيح قبلها يصحى تعبان او يلاقي نفسه لو هو ما تسحش تحس لو ما سفدش حالة من النوم. ليه? لان هو فعلا ما دخلش في مرحلة النوم الحقيقية اللي هي اصلا بيترايح الجسم. طيب بعد ما نخلص الان ثري او دي بسليب بتيجي بقى مرحلة ايه نخش على الريم سليب. الريم سليب دي بتبقى نوم خفيف. نرجع تاني من النوم التقيل للنوم الخفيف تاني. وبتتميز المرحلة ديا بالنها هي رابد يعني العين فيها بتتحرك بسرعة جدا. يعني في كل الاتجاهات. يعني لما نجي نسلها الالكترو او الالكترو او دا هنلاقي ان الكهراء او نلاقي ان تحرك العين آآ عالي. بخلاف لما نجي نسل الكلام ده في النوم هنلاقي ان هم ما فيش تحرك عركة للعين او حركة بسيطة. طيب آآ المرحلة دي آآ برضك بنسميها البرادوكسيكال اسليب. آآ ليه كلمة معناها عكسي. ليه بنسميها عكسي. لان المرحلة دي بتتميز بحاجتين عكسة بعض. الحاجة الاولانية فيها بيعلى جامد زي ما احنا قلنا فوق ان بشكل عام في الاسناء النوم بيكون قليل. بس قلنا بيزيد في مرحلة صغيرة لانها مرحلة الرم دي. بيزيد جامد جدا بيوصل للهيست ريت او يعني اعلى معدل دي. آآ بس في نفس الوقت المسل زي بقى اللي هي المسل اللي هي الاسكليتر المسل اللي هي مش مش لا الاسكليتر المسل بيحصل لها شبه يعني تبقى زي ما تقول ايه تتوقف تاما على الحركة. فبالتالي عشان كما نسمي المرحلة دي حاجتين عكسة بعض. الحاجة الاولانية اللي هي دي. ليه سريعة عشان بتاعت البرين آآ عالية. فلما بتاعت البرين عالية تبقى اللي طالع منه عالية. يعني تبقى عاملة كده. ويف سريع ليه? لان فيه عالية. انما هنا بتلاقي الويف بطيئة كده. ليه? لان البرين شغال آآ بشكل آآ آآ قليل جدا او النشاط بتاعه قليل جدا. طيب بدي اول حاجة ان آآ آآ البرين ويف آآ يعني البرين شغال باقصى آآ امكانية ليه. لكن عكسها ان المسل بتكون واقفة تماما. طبعا بنسمها رابط اي موفمينت ازا في اي موفمينت ان اول دايريكشن. وكمان دي هي المرحلة اللي بيحصل فيها الاحلام اللي شخص فيها بيحلم بيشوف بقى او سواء كان حلم حلو او يحش الاحلام اغلبها بتكون موجودة في مرحلة دي. لان اصلا المخي بيقع شغال كويس. فممكن يحلم او ان هو يتخيل آآ واقع بقى ويحلم بيقول الكلام دي كله. طيب اغلب النوم بيكون في مرحلة الهيه دي. يعني مسلا ممكن نقول ان الريم سليب بتمثل خمساشر في المية وعشرين في المية مسلا من النوم. لكن اغلب النوم بيكون في النوم دي. ولما النوم بيكمل ان واحد ان تنين تلاتة بعد كي يخش على الرم كده كملنا كملنا دورة. نرجع نعيد تاني بقى ونروح للنوم رم تاني ان واحد ان اتنين تلاتة وبعد كي نخش في الرم وهكذا ونعيد وهكذا. ده بقى ويفضل بقى ايه دورة تروحوا ديه كده طول ما الشخص نعم بغاية ما الشخص يصح. طيب الدورة ديا الدورة الواحدة بتاخد لها قد ايه? فلا بتاخد في كده تسعين ديئة. يعني ساعة ونص تقريبا. واحيانا بتوصل لساعتين وممكن تقل لسبعين ديئة. عشان كده يقول لك مسلا ايه? ما تيجي تنام حاول تنام ساعتين. ما تنامش مسلا ساعة وتقوم. لان انت نوم دي ساعة. اه فانت كده ما كاملتش زورة النوم الكاملة. فبالتالي تصحبش مرتاحت حيس ان انت ما خدتش اه كفايتك من النوم او النوم. ما قامش بمهمته ان هو يريح جسمك. ليه? لان انت مسلا نمت نص ساعة او ساعة وصحيط فما استفدتش حاجة. ما عدتش على مراحل النوم كلها. يبقى دي كده كائنة مراحل النوم. اه وعرفنا التغارض بتوصل فيها بكل بساطة كده. نيجي بقى لي حاجة اسمها السيركاديان ريزم. اه احنا عدنا في جسمنا في حاجة اسمها البيولوجيكا الكلوك او اللي هو الساعة البيولوجيا. يلا هي بتزبط الجسم. اه على حسب اليوم والنهار والليل. اللي هو بالنهار الجسم يبقى نشيط وصحي ويقدر طبعا ده الطبيعي. بغضة طبعا نحن بنباوز الريزم دوا. باللي احنا مسلا بنسهر وبننب النهار وكده. لكن الطبيعي بتاع البني عادة. ان هو بالنهار بيكون ناشط جسمه فايق وشغال ويجي بالليل. يبدأ يبقى تعبين وعايز يخش هنا. فالريسركاديان ريزم بقى. اه اللي هو الاقاع الاقاع الليل والنهار دوا بيحصل بشكل اوتوماتيك في الجسم عن طريق عن طريق هرمونز بتزبط الموضوع دوا. السعر جديا بتطلع الرمونات اللي هي بتزبط بقى عملية النهو عشان تيجي تنام بالليل وتصحى بالنهار. ودوا هو اللي بفوت من هو الطبيعي اه لجسم الانسان. طيب. اه كده خلصنا الجزء اللي بتكلم عن النوم. بنيجي عن الاحلام بقى. طبعا تعريف الاحلام مش محتاج يعني كلام اه يا صور وتحصل اه ومخك بتخيلها وانت نايم بشكل انت مش بتحكم فيه. وزي ما قلنا اغلبها بتحصل في مرحلة طيب. اه احيانا يعني لما يكون متفكر في حاجة قبل ما تنام ممكن تحلم بهنا المتنام ويه بتحصل معنا برضك ممكن تكون عندك امتحان بتفكر فيه فتحلم مسلا انك في الامتحان او انك اخرت عليه او ما شابه. اه اه نيجي بقى للريم فيه احلام الاحلام اغلبة اللي احنا بنشوف ها وبنحس بيها وبنحس ان احنا كنا عايشين مسلا موقف كامل كده وبنفتكرها لما نصح الاحلام دي بتكون كلها في الريم سليب. انما في بعض الاحلام بتكون مش احداث او انت مش بتحس انك انت بتعمل حاجة وفي حدث مسلا وبتروح وبتيجي وبتتكلم كده. يعني مجرد صوت او بتحس ان افكار بتعدي على مخك وانت نان. بتحصل بردك ساعات. اه انك انت انت اقامت لما تشوفش انك انت قمت مسلا او روحتي مكان معين او كده انت بس بتحس بافكار جات في مخك. اه مش اكتر وديا بتبقى لما بتحصل الحاجة ديا اللي بنسميها مسلا دي بتحصل فيه اللي هو النوم العميق. ودي غالبا بتحصل بسبب ان اه اسناء النوم واسناء النوم العميق ده بيحصل عملية اسمها اللي هي ان المخ بيبدأين البعض المعلومات في اللونج تير ميموري. تكون معلومات دي موجودة في الشورت تيرم. ياخدها هو انها في اللونج تير ميموري. فده اه زي ما يكون بيعمل ايه للميموري كده. العملية ديا هي اللي ممكن تكون سبب في هذا النوع من الاحلام اللي هو اه لكنها ما بتكونش بقى فيها احداث بقى وحاجات كتيري بتشوفها زي ما بيحصل في الريمس ليب اللي هي الاحلام اللي ايه المنتشر او الاكثر انتشارة يعني. طيب بعد كده عندي اه النيورو سنتفيك. انا مجد ادرس الاحلام بادرسها بطريقتين. في حاجة اسمها ادرسها من ناحية العصبية من ناحية النيورو يعني هل ايه هي ايه هو الجزء مسلا اللي في البرين اللي مسؤول عن الاحلام. اه ايه هو الجزء اللي هو اتصاب مسلا الشخص ممكن ما يحلامش وهكذا. اللي هو الجزء الخاص بالمادي يعني. وفيه بقى السايكو النفسي. اللي هو تأثير حياة الشخص مسلا وتأثير الحالة عطو فيها بتاعته على الاحلام ومسلا. ومسلا الشخص مسلا لو حالته كزا فممكن يحطر له كوابيس. لو حالته نفسية كزا ممكن مسلا يجيله احلام كويسة وكزا. اللي هو بقى الجزء النفسي من الاحلام بسميه بس معني كده خلاص الكلام الباقي ده كله قراءة يعني وتعريف هي واسبابها مش محتاجة ككلام. الاحلام الواضحة اللي هي ديا اللي هي اما يكون الشخص اللي بيحلم عالي فين هو بيحلم او مدرك لكده. انت في العادة ما تكون شخص يبيحلم ما بيحسش ان هو اصلا بيحلم بحقيقة. هو بيبقى فاكر او انت بتبقى انت في الحلم كأنك عايش حاجة حقيقية فعلا. عشان كده لو بتشوف حلم مسلا مرعي بوصحيط ممكن انت تلاقي نفسك صحيح كايف. ولو بتشوف حالة مسلا حاجة ازا حصرت فيه تزعل بتصحى تلاقي نفسك زعلان وبتقعد فترة على ما تاخد بالك ان انت قد تحلم وكده. انما دي نوع من الاحلام اللي هو انت بتبقى مدرك تماما انك انت بتحلم وكمان ممكن تحصل بدرجة ان انت تقدر تتحكم في الحلم. اه وتتحكم في اللي بيحصل فيك. انك فعليا مسلا يعني ايه? اه بتلعب فيديو جيم او كده هو نفس التشبيه ده بالزبط. ده معنى كلمة بس كده خلصنا المحاضرة خش على محاضرة ايه هو الزكاء? اه الزكاء زي وزي التفكير زي وزي المحاضرة الخنابلية كده الحاجة اللي هي ببقاش لها تعريف سابت اوي او تعريف او زي زي برضك. الحاجة اللي بقاش تعريفها سابت اوي او بتقدر تلميها تعريف كده فتلاقيها ايه هي بيضي اديك امثلة عالزكاء ايه؟ ايه هو? اللي هو القدرة على التفكير المنطقي وفهم الحاجة السعبة. والقدرة على التعلم بسرعة. اه القدرة على التخطيط والابداع والقدرة على تفكير النقدي وقدرة على حد المشاكل. بس هو ده ي disadvantage على التفكير فى التعريف كلها. لانه اه فكرة الزكاء انك تعرفه كتعريف كده جامع ليه. مفيش تعريف معاين للزكاة. هو الزكاة ان شخص يكون بيفهم كويس. يكون اه تفكيره منطقي. بيعنده ابداع. بيعرف خطط المستقبل. اه بيعرف حل المشاكل اللي بتقابله هكذا. طيب. اه الزكاة غالبا بيكون موجود في طبعا ده الشكل الاساسي للزكاة عند البناء الدمين. ولكن احيانا بيتحص بعض الحيوانات وبعض النباتات انها عندها نوع من انواع الزكاة. وطبعا مؤخرا بقى فيه اه او الزكاة الصناعي اللي هو كمان حتى الالات دلوقتي واجهزة الكمبيوتر وكده بقى عندها كمان زكاة زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت. كان مثال على يعني اللي كامل عندها نوع من انواع او الزكاة الصناعية. الزكاة بشكل عام ليه تسع انواع. تسع انواع للزكاة. نتكلم هنكروح تسيهم كده نبضة سريعة. وامسانة على الاشخاص او يعني المجالات الاشخاص اللي عندهم الزكاة ده بيحبوا يشتهروا. اول حاجة عندي الزكاة الوجودي. عارف انت الاسئلة اللي بتجيلك وانت داخل تنام كده اللي هو اسئلة الوجودية ليه مواجدين هنا. يعني انسان يموت. ويعني ايه الحياة واللي هي الاسئلة الوجودية ديا او الاسئلة الفلسفية. بتجي لنا خل sy์ اما انت داخل تنام او انت في الحمام. او بتجيلك وانت يوم الامتحان. يعني هي بالتجي في الاوقات دي. في بقى ناس بيبقى عندهم الاسئلة دي بيحبوا اصلا يسألوا الاسئلة دايما يحب يوق oops شوفوا لها اجابات اجابات منطقية فعلا بقى. اه وكده. الناس اللي بيحبوا الاسئلة ديا ويحبوا يدوروا عليها. ويبحثوا عنها ويقرؤوا فيها. هم دول اللي بنسميهم عندهم او زكاء وجودية. وغالبا انت لهم بيحبوا مواد زي او علوم زي الفلسفة مسلا. ان الفلسفة بتهتم بالكلام ده يعني الاسئلة الوجودية بقى والحلقات دي. اه فده هو زكاء الوجودية بقى. البحث عن الحقائق اه زي مسلا هو جايب مسلا هنا يعني ايه? اه يحب بيسأل اسئلة عن الحياة. فدول بيبقى عندهم اه زكاء وجودية وزي ما قلنا اه بيتلاهم مسلا يحبوا مادة زي الفلسفة وهكزا. مني كان يجي المعلى بعد كده الزكاء البصري او المكاني. ودي ناس اللي بيكون عندهم اه زكاء بصري كويس يعني. يقدروا الحلول الصور بشكل كويس. وكمان الاهم ان هم بيقدروا يتخيلوا الاشياء في الابعاد التلاتة اللي هو يعني في دي. فتلابقيه دايما عندو احساس كويس بالاتجاهات. ولو مثلا راح مكان. اه تلابقيه مسلا سهل ان هو يحفظ دقيقي بصورة عليه لانه عنده احساس كويس بالاتجاهات. اه ولو مسلا راح مكان ممكن يرجع ويكسر اتجاهات بسهولية جدا ما يتوهش. ليه بسبب ان عنده احساس بردك يعرف يقرأ الخرائط بشكل كويس. اه يعني لو دلطلو خريطة المكان والدلطلو انت هنا يعرف يتحرك ويوصل بسهول. اه بردك تلاقي شخص مثلا يحب يركب صور البازلز والكلام ده. يعني اي شيء فيه اه صور او حتى ممينا شيء فيه صور وامكان وابعاد وكده. بتلاقي شخص دون بايه اللي عنده الذكاء ده عالي او عنده تلاقيه دايما شاطر او اه يعني اه كويس في الحاجات ده. يبقى او تعريفه. القدر على يعني تخيل الصور سواء او وان هو يكون فاهم الفراغ من حوله ويقدر يتحرك فيه. طب الناس اللي هما بيحتاجب عندهم ازا كده او اللي غالبا بيشتغلوا في ايه مسلا? يعني مسلا المهندس المعماري. المهندس المعماري محتاج جدا يكون عنده زكاء بصري دوا. عشان يقدر زي ما هو يقدر يتخيل ازاي يرسم العمارة اللي هي مسلا اللي هو بيبنيها او كده على الورقة. يقدر تخيل ازاي بالورقة دي تتحول لعمارة سري دي بعد كده او كده. عشان خاطر يقدر تخيل حاجة زي كده. لازم يكون عنده زكاء بصري عالي. اه كمان اه زي ما قلنا البحار. ليه لان البحار برضك بيستخدم اه بيبعند لازم يكون عنده ادراك كويسة الابعاد من حواليه والاتجاهات بتاعته. بعدك لازم يكون عنده. طيب الاشخاص اللي هم عندهم عندهم النوع ده من الزكاء اللي هو الزكاء البصري. عشان تجي اما يحبوا يتعلموا حاجة ايه افضل طريق يتعلموا بها? اكيد طبعا عن طريق الصور. اي شي في صور هيبقى كويس معه. يعني جرافيكس اه تشارتس اللي هي الرسوم البيانية. اه فوتو صور الرسومات دروينج سري دي موديلينج انه يجيب له حاجة الفيديوهات اي شي في صور هيبقى اه بكويس جدا مع الشخص اللي هو عنده زكاء بصري ده. نجي بعد كده ليه النوع تاني بالزكاء اللي هو ومن اسمه كده زكاء الموسيقي يعني شخص عنده قدرة اه على اه يعني فهم الموسيقى او مش فهم الفيديوه بقى ان هو تمييز الموسيقى عن بعضها. ان هو يقدر يميز اه التون او النغمة بتاعت الموسيقى دي عن الموسيقى دي. في درجة مسلا ممكن يقول لك ايه الموسيقى دي والموسيقى دي اللي مقالف الاتنين واحد ليه لانه حس بالايه بالتشابه بينهم او بين نفس النمط او نفس النغمة وهكزا. قدرة ان هو يدرك ويميز وكمان هو يعمل بقى بنفسه هو اه الموسيقى المقاطع النوسيقى. اه طيب الشخص اللي زي دون اه زي ما قلنا عنده حساسة الاصوات بشكل اه عام. اه بقدر يميزها عن بعضها يميز التون يميز بتاعتها اللي هو حد للصوت وهكزا. فشخص ده ايه افضل شيء يتعلمه بيه او يتعلم بيه حاجة. طبعا ان هو اه يخلي الشيء ده مسلا في شكل اه اغنية. اه ان هو يخليها عشان نقدر يحفظها بشكل كويس. يعني ان هو تخلي الدروس او الحاجة للمعروفة العايز يحفظها ديها في شكل مقاطع موسيقى ويغنيها. فده يساعده جدا على الحبص. اي شيء بقى في صوت بقى. اه اغاني راديو اه اه اي شيء في صوت هيكون كويس جدا للشخص ظن هو يقدر يحفظ بيه. وكمان تلاقيه بيعرف في زاكر كويس. اه ولما يكون فيه موسيقى شغالة مسلا في الخلفية او كده. اه ده بردك يساعده على التركيز وهكذا. الشخص اللي عنده. يبعد كده لي. الانتر بيرسونال. انتر بيرسونال انتلجانس. ممكن نقول عليه مسلا الزكاية الاجتماعية. اللي هو بيقدر يفهم الناس بشكل كويس جدا. ويقدر يفسر مشاعرهم. ويقدر يفهمهم من تعبرات ويشترهم حتى من غير ما يتكلموا بشكل واضح او كده. اه فالشخص ده طبيعيا هو بيكون اجتماعي جدا بيحب يتعلم عن الناس. بيفهمهم كويس. وبالتالي الناس بتحبه لانه هو بيفهمهم. فتلاقيه عمل اصدقاء كتير. وهكزا. اه افضل تاني الشخص ده يتعلم ان هو يتعلم بطريقة فيها تفاعل مع الناس. نشاط نشاطات اللي هي الاجتماعية. اه نشاطات اللي هي الاجتماعية. اه والحوار والامور اللي هي فيها ايه تشارك ما بين الطلبة يعني. دي افضل طريقة عشان الشخص ده يدار يتعلم بشكل كويس. يبقى يدار يفصل زي ما قلنا حالة الناس احسسهم. اه ايه بيحبوه ايه بيكرهوه يدار يفهمهم بسهولة. وبالتالي بيحب ان هو ان هو يتعامل مع الناس. ويتلاقيه عنده وهكزا. طيب. نيجي بعد كده النوع اللي بعده. الانترا بيرسمن. فارق بقى من انتر وانترا. انترا بيرسمن الشخص اللي هو فاهم نفسه كويس. يعني اللي فوق ده كان يفهم الناس. يفهم احسسهم. يفهم نقاط قوتهم ويفهم بيحبوه يبقرهو ايه. الانترا بيرسل نفس الكلام على نفسه بقى. يقدر يفهم هو بيحب ايه وهو بيكره ايه كويس. يقدر بالتالي شخص يقدر يفهم نقاط قوته ونقاط ضعفه. اه وبالتالي شخص ده بيقدر يقدر نفسه صح. اه اللي هو مسلا شغل معين فقدر لك انا خلال شغل ده فعلا امتى? ليه? لان هو عارف نفسه كويس عارف قدراته. اه وكمان شخص ده بيقدر يسلطر على نفسه. اللي عنه الزكاء ده هو انه انا من الزكاء. بيبقى اولا بيعط سلطر على نفسه. ان هو يلزم نفسه بالحاجة اللي عايز يعملها. اه بيبقى عنده سلطرة على النفس اكتر من الشخص اللي هو الزكاء ده عنده بليل. اه بيكمان عنده اعتداد بنفسه او يعني اللي هو اه تفهم نفسه كويس. وبالتالي عارف قدراته ما بيقللش من نفسه ولا بيحط من قدرها لأه عارف نفسه كويس. يبقى ability to form a precise and true model of one's. ان هو القدرة على انك انت يكون عندك اه نموذك لنفسك حقيقي ودقيق. it is self knowledge and the ability to act adaptively on the basis of that knowledge. زي ما قولنا تاني انك تكون عارف نفسك كويس وبالتالي بتعرف تتصرف كويس لانك انت عارف نفسك وعارف انت تقدر تعمليه وتقدرش تعمل ايه? وهكزا. اه يعني بقى نقاط القوة ونقاط الضعف. اه يعرف حاسوه بشكل كويس. اه اه اهدافه في الحياة هو عايز يعمل ايه? ومش عايز يعمل ايه? شخص عارف هو جاي هنا في حياتنا دي يعمل ايه? يعني شخص مش عايز كده ايه? وخلاص. ده النوع اللي هو الاسمه. ايه بعد كده? اه ما قلناش الشخص اللي هو يعني ده ممكن يشتغل في ايه او يحب ايه? اه اجتماعي فلاقيه ممكن يحب يشتغل مسلا كخصاء اجتماعي كمدرس ببينه بيفهم الناس اللي حواليه وهكزا. تمام? طيب الانتر بيرسونال دوا اه ممكن تلاقيه يحب يشتغل اكتر في مسلا حاجة زي السايكولوجي المنفسه كده. نجي بعد كده للباضلي كينستيك انتليجنس. اه الباضلي كينستيك انتليجنس. اه الباضلي كينستيك انتليجنس ده هو الزكاء ممكن يعني بالعربي زكاء حركي. اه اللي هو الشخص اللي بيكون اه بيقدر يشتغل على حركات جسمه بشكل اه كويس جدا وبشكل دقيق. الزكاء ده النوع من الزكاء دايما تلاقيه موجود عند الناس اللي هما الاثليت سباعه او الرياضيين. سابعة كان لعيد كورة قدم مسلا او ايا كان الليعاب اللي بعامها. اه اللعاب اللي تتطلب قدر من الدقة في الحركة. وبتطلب ان الشخص يكون مخه متوافق جدا مع حركة جسمه. بحيس ان هو يقدر مسلا يحرك جسمه او مسلا هو مسلا مش توكورة او بكده يحرك رجله بشكل اللي هو عايزه من غير حتى ما يبص او من غير ما يمركز لعنده زي هارموني او اه اه تناغم ما بين تفكيره وما بين حركاته. فالشخص دوا اللي هو بيعنده الحركة دي بيسميه اه او بيعنده هز النوم الزكاء اللي هو زكاء الحركة. بدل بدلي اه اه كينيستيك انتليجنس. ابيليتي تو اكسبرس ايدياز هندل تولز او بيرفورم فيزيكال الاكسرسايز والذباطي. ومثل علي ما زي ما قلنا بيكون عنده اه سيرتن كنترول اوفر موفمينت بالانس اه اجيلتي اللي هي اه التوازن والاا المرونة. اه حتى مدغوة حتى ميكون ما يتدرب يعني هو دي تكون موهبة عنده اللي هو اللي عنده النوع ده من الزكاء. طيب اه طب احسن حاجة يتعلم منه عن طريقة الحاجات دي ايه? الحاجات اللي فيها حركة وكمان الشخص ده او مش بس بيكون عنده يعني 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 بقى ان هو يبقى ثليل او كده لأ كمسلا الجراح السيرجين بحتاج جدا ان هو يكون عنده مهارة حركية دي عشان يبقى ايده مظبوطة جدا عن الحاجة اللي هو بيعملها مغلطش. فبردك بيحتاج يكون عنده النوع ده من الزكاء. بعد كده عندي اللي هو الزكاء اللغوي. اللي هو بقى الفصاحة والقدرة عن النوع يعبر عن الجواب اللغة كويسة جدا. وبيحب اللغة وكده. ده بقى بيكون موجود عند الشعراء والكتاب والخطباء والأدباء والناس دي كله. طيب هو الزكاء المنطقي والحسابي اللي هو شخص اللي بيكون عنده قدرة على تحليل مشاكل وحلها في شكل تسلسلي كده. بيقدر يفكر بشكل منطقي. وتلاقي تفكيره منظم مرتب جدا في حل المشكلة. وكمان ده بيساعده كمان في نوع بيحل المساكل الحسابية او مسائل حسابية بيكون متميز في حلها. اخر الحاجة اللي هو القدرة على يعني التعامل بشكل جيد مع البيئة والكيانات الحية اللي حواليه. ودي بتلاقيه موجود عند الناس اللي هما بتعامل مع البيئة زي مثلا الفارمر مثلا الفلاح او المسال تاني يعني ده اللي افكره حاليا الفلاح مثلا لازم يكون عنده النوع ده من لانه بتعامل مع بيئة او كيانات حية او كده. فالنوع ده من الزكاة بيخلي الشخص اللي هو عنده الزكاة دوا يقدر يتعامل مع البيئة بشكل كويس. بس دي كده كانت التسع انواع من الزكاة. هنا بقى شوية كلام قراءة كده يعني معنوش فاز ماوي. حاجات زي ان الشخص بيختلف من شخص الزكاة بيختلف من شخص الثاني. في كل شخص يبقى عنده زي ما احنا قلنا فيه تسع انواع. فتلاقي شخص مسلا عنده قوي جدا في اللغة وقدر يتكلم عبر عن الجوة وفصيح جدا ويقى في كده يرتجل الكلام يتلاقيه مش عبا بيتهتيش. لكن مسلا ما عرفش يحل مسألة حسابية بسيطة. واحد تاني تلاقيه بيحل مسألة حساب كويس جدا وبيحبها لكن يجي يتكلم ما عرفش يتكلم. ازا الشخص بيختلف من الزكاة بيختلف من شخص الثاني. وكمان الشخص ازاد نفسه اداءه او العقل بيختلف حسب حالته النفسية والموت بتاعه الموقف اللي هو موجود فيه وهكذا. نيجي بعد كده لآخر حاجة عندنا في المحاضرة وهي الزكاء الصناعي. زي ما اتكلمنا في المحاضرة الفجزة عن وقلنا ان هو يعني بيتكلم عن الزكاء الزكاء ازاي تخلي الالة او الكمبيوتر يكون زكي وبيفكر وبيتعلم زي الانسان بالزبط. فبالتالي لو حبيت عرفه هقول ان هي ان هو العلم اللي اخلي الالات يكون عندها نفس قدرة الانسان على الحفظ. والتفكير والتعلم والابداع وانها حتى كمان تتكلم وتعمل تاخد قارات بناء على اللي قدامها وهكذا. آآ ليه بقى تطبيقات كتير جدا. آآ ابسطها لموجود مسلا في كلنا جوجل موجود في الاندرويد او السيري اللي هو موجود في الايفون او حتى على الويندوز آآ كورتانة. آآ مساعدات الصوتية دي مسلا تتكلمها فزاعة تفهم الكلام بتاعك. حتى لو تلك الكلام بصيغة مختلفة تفهم برضك لكنك ممكن تكلمها باللغة العامية وتفهمك. آآآ مسال تاني مسلا او تطبيق تاني على اللي هو البيت الزكي او الاكهزة الزكية في البيت. آآ زي مسلا يكون عليك تكليف زكي مسلا. آآ بيقدر يعرف ان انت مسلا بترجع البيت كل يوم الساعة كزا فتلاقيه بيشتغل الى ما انت تيجي بوقت محدد عشان يسقع الاوضاء لما انت تيجي. وليه امثلة كتير ومن ضمن مرضك اهم اللي مسلا عليها. يعني هو جاب هنا بعض زي الجيمز. العلعاب طبعا بتحتاج زكاء اصطناعي. مسلا لما الكتابيوتر يكون مسلا بيلحب معك شترانج. فلازم يكون زكي عشان يدر يلعب معك شترانج. الان شترانج دي محتاجة زكاء محتاجة تفكير. فعشان آآ اعمل لعبة في شترانج بحتاجي يكون عندي ارتفيشل انتليجنس. وآآ كان حصل ان شركة اي بي ام قدرت انها تطور كلام ده من فترة طويلة جدا تطور يعني آآ برنامج قدرت ان هو يغلب بطل العالم في شترانج آآ في اللعبة يعني. كان ساعة ده اعتبر انجاز كبير وتقدم كبير في الارتفيشل انتليجنس. مؤخرا كمان من كام سنة كده شركة جوجل برضك كان عندها كده اللعبة اسمها جو. اللعبة دي يعني اصعب بشترانج بكتير جدا. يعني انت عندك شترانج مسلا بيكون تمانية في تمانية اللي هي الرقعة بتاعته. الجو دي بتكون تمنشر في تمنتاشر. فهي اللعبة اصعب بكتير برضك من فترة آآ بتاع جوجل ايه ازم فيها بطل العالم. وبردك ده كان تقدم كبير جدا الارتفيشل انتليجنس. ومن ضمن برضك الابليكاش بتاعته اللي هي بعدها تزيد حاليا برضك. آآ دي كلها تتوقع عليه. طيب. آآ ده تحريك ثاني او او اي اي. انه السيستم او السوفتوية دي يقدر ان هو بشكل صحيح يفسر الخارجية ده خلاله. ويتعلم منها. وبالتالي يستخدم التعلم ده في ان هو يوصل لاهدافه وان هو يقدر ياخد قارات جديدة. حتى لو ما كانش متبرمج عليها قبل كده. اخر حاجة بيقولك ان يعني احنا بنقسمه لحاجتين في ويك اي اي وفي دو كل الحاجات اللي موجودة حوالينا من تطبيقات اي 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 زي قلناها هدواتي العاب لعبة جوجل اسيستنت آآ العربات اللي بسوها نفسها. آآ الحاجات دي كلها آآ بنقول عليها اي 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 ضعيف ليه? لانه بيكون اي 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 متخصص في آآ شيء واحد بس يعني جوجل اسيستنت قدر بيعرف يا اي اي ان هو يتكلم ويرضع على اسئلتك ويجاوب عليه. لكن هلا ممكن ما في مجل الاسيستنت يلعب معك شطرنج? اكيد لا. نفس الكلام نعب ان تشطرنج على الكمبيوتر بتعرف تغلبك في شطرنج اه لكن متعرفش تتكلم معك. العرباء اللي بتسوق نفسها بتعرف تسوق لكن ممكن تكون متعرف تتكلم كمان. لكن متعرفش مسلا انها تلعبك شطرنج. فبالتالي بيبقى اه هو عنده زكاء بس زكاء في مجال واحد بس مش اكتر. بيقدرش يتعلم حاجة غيره. هو اه يقدر يحسن من نفسه في شطرنج اكتر. ويقدر يتعلم ويبقى اشطر في مع الوقت. مجل الاسيستنت ممكن مع الوقت يبدأ يفهم كلامك انش يفهم قبل كده. الواحده حتى من غير ما يتبرمج عليه. هو بيتدرب مع الناس وبيفهم من كلامهم ويغلط فيفهم ويتعلم بس ايه في مجال واحد. اللي هو مجال الكلام والاجابة على الاسئلة. فده كله بسمي او دي فكرة خيالية شوية بقى انه يكون عندنا عنده زكاء زي الانسان بالزبط. الانسان بيبقى عنده زكاء لا محدود. اللي هو ممكن يتعلم الشطرنج النهاردة وبكرة يتعلم حاجة تانية. وبيتكلم وبيسوق. وبيبقى اكل وبيضبخ وبيعمل كل حاجة. اي حاجة تانية بتعلمه. مش متخصص في حاجة واحدة بس. دي فكرة خيالية شوية اللي هو ان يكون عنده نفس الخدرة دي بقى الزكاء. وطبعا دي زي ما قلنا فكرة مش موجودة. الان مش موجودة. ولا حتى ممكن توجد بعد كده انا ما اظن يعني. اه نيجي بعد كده اخر حاجة الاي كيو بقى. اللي هو معدل اه قياس اه يعني اه زكاء يعتبر موجود والناس كلها بتستخدمه عشان يقيم الزكاة وكده. طيب بس ده كده كان محاضرة المحاضرة العشرة احنا كده خلصت ملف ده كله. اه. ودي كان اخر محاضرة في ملف لسه فضل طبعا محاضرات تساعة محاضرات تقريبا في البنديو. حاول ان شاء الله بنجيزهم بسرعة في الوقت اللي جاي.